طيب ام بكمان كسب الزمالك اتنين واحد علشان يبقى شكل جدول الدوري بالهزا الشكل الاهل في صدارة الدوري ولسه له مباراة مؤجلة زيادة عن بيرامدز بيرامدز بكرة هيلعب مباراته في هذا الاسبوع هيبقى فرق على الاهل ماتشين كمان ولكن برغم كده الاهل في الصدارة عنده اتناشر نقطة وبيقل ماتش عن الزمالك ويقل مباراة عن بيرامدز اتناشر نقطة للاهلي الوحيد ما كسب كل الماتشات اربعة من اربعة فور باي فور سجل اربعتاشر هدف ليكون اقوى هجوم حتى الان دخل مرمى هدف واحد علشان يكون افضل دفاع حتى الان لو قررنا الاهلي بالزمالك مع انه الزمالك لعب ماتشات اكتر الزمالك سجل ست جوان ودخل مرمى هربعة فالصافي بتاعه هدفين الاهلي سجل اربعتاشر ودخل مرمى هدف انسكوا الخشب برمد سجل حداشر ودخل مرمى خمسة فالاهلي افضل هجوما اقوى دفاعا والاعلى فوز اربعة من اربعة العلامة الكاملة الحمد لله وربنا اكمل على خير كل ده كل ده بقى ارجع تاني بقى لليه للمكاوف اللي بحب عيش فيها كل ده على جنب ومشور تونس ده على جنب نجم الساحلي هذه هي بداية تقولك بقى في الماتشات اللي جاد دي بره ارضنا شكلنا حيبقى عامل ازاي ربنا يجيبها سليمة وهو حسنا فعل رايح لعيبها معينة عشان ما يجذفش بيها الو ديانج وحاولت رمضان لعبه فترات عشان يحط رجله في الملعب وليلة لكن الحقيقة نتمنى ان احنا نواصل الطمأنينة في مباراة النجم الساحلي شكرا